يسعد أوقاتكم إن شاء الله تكونوا بخير وصحة تكونوا كويسة اليوم إذا الله راد رح نشتغل على فورمولة من العطور يلي رح أقدمكنها هدية على هاي القناة ويلي بحب منكن بالنسبة للأروما كيميكال رح أذكرها بشيت بالأكسل وإن شاء الله بالوصف تحت الفيديو وبهذا الفيديو رح نستعمل أروما كيميكال وإسنشال أويل رح نستعمله بالنسبة الذهبية النسبة الذهبية اللي ما بيعرفها بيقدر يعمل جوجل ويشوف شو معنات النسبة الذهبية لجميع الأشياء يعني بالطبيعة أو بالشعارات باللوغو إلى آخره ممكن نعمل نطبق على موضوع العطور ونشوف شلون نتائجة بس أنا بالنسبة إلي في واحدة من الفرمولة سويتها بالنسبة الذهبية كتير طلعات ريحتها حلوة وهي الفرمولة الجديدة رح استعمل فيها بحدود 25 أروما كيميكال مع 8 أو 9 أنواع أسنشال أويل وبتعرفوا أنه كل فرمولة من الفرمولات الخاصة بالعطور يعني على الأقل لازم نستعمل أو على الأكتر عفواً كنسبة المفروض نستعمل 20% من حجم الفرمولة كأسنشال أويل بس أنا رح استعمل بهاي بالنسبة الذهبية على 3.8 وشي بعد الفاصلة واستعمل على الأكورد يلي أنا خطرته رح اختار واحد منهم هلأ بصوركم هم بتشوفوهن رح اختار واحد من الأكوردات يلي ممكن يكون هو أحد العطور المستنسخة أو اللي عم يحاكي بيروح عطور مثلاً مثل التوم فورد أوود وود ممكن مثلاً مثلاً الكريد أنتو الأكورد اللي بتهواه يعني روحكم هم بتشوفوه أنه هو إله يعني أداء وكويس وبعدين بتطبقوه على باقي الأروم كيميكال بالنسبة إلي الأكورد اللي استعملته بيروح للريحة العنبرية المسكية والأروم كيميكال اللي اخترته مع الأسنشال أويل بتتوافق معه تماماً وإن شاء الله رح حط لكم الشيط تبع الإكسل كيف ممكن تكون كميات بأحد المرفقات بالوصف تحت الفيديو خلونا بدون ما نضيع كتير من الوقت رح أقلكون شو الأشياء اللي نحنا بتلزمنا لنبلش شغل بهذا الموضوع ما تنسوا تستعملوا كفوف وقت تعملوا الفرموليشن مرحباً رح نستعمل بالمكونات رح نبدأ فيهم بالسينشال أويل أو بالزيوت الأساسية البتشولي وزهر البرتقال الأورانج بلوسوم واللافندر يعني زهر الخزامة واللابدونوم والكشميريان يانج اليانج خشب القباك والفيتيفر أويل اللي هو نجيل الهند هيك بنكون خلصنا من الاسنشال أويل اللي رح تكون نسبةً تقريباً 3.82 من الفرمولة بشكل عام يعني طبعاً الفرمولة رح فرمل أنا على على 20 ميلي أو 20 جرام وقسم منه رح يكون الاسنشال أويل 3.82 والأروم كيميكال رح يكون 6.18 الأكورد رح استعمل فيه 10 جرام والمجموع رح يكون 20 جرام من الفرمولة نسبة هاي الفرمولة بالنهاية رح نخففها على حسب حاجتك ممكن تخففها 15% ممكن الناس بتروح لعشرة بالمية ممكن لعشرين بالمية حسب الحاجة اللي انت بتشوف الفرمولة تبعيتك قوية أو كيف بدك يكون عطرك وبعدين بعد ما تخفف على 20% بعدين هاي الفرمولة بتكون جاهزة اللي بدك تعتبرها انت 100% بعدين بتخفف على 15 أو 20 أو 25 حسب ما بتستعمل ان شاء الله يكون يعني الموضوع واضح بالنسبة للجدول رح يكون الكميات هلأ ما رح اذكر الكميات بس رح تكون كميات موجودة بالجدول ورح ارفع لكم ياها على الجروب بالفيسبوك وان شاء الله على الويب سايت بعدين يلي بكون انا عندي مثلا مثل الكشمير يعني انا مخففه 20% رح تشوفه بالجدول فانا مستعمل خمس مرات لحتى اجيب نسبته بالمية بالمية بعدين انتو بتخففه لعشرة أو خامسطاش أو عشرين موضوع شوي يعني بده تدقيق اكتر وانتباه اكتر لحتى تقدروا تعرفوا يلي بيشتغل اول مرة بنسبة تخفيف اذا كان تخفيفنا على العشرين بالمية او عشرة بالمية اللي بسموه الديلوتد او اذا بنخفف على ثلاثين بالمية هلا من ضمن المواد البودرية اللي استعملت انا تقريبا اربع مواد بودرية انا خففت اغلبها على ثلاثين بالمية مخفف بالديبروب بنينجليكول وبعدين بجدول رح تشوفوا انه انا ضربت بثلاثة فاصلة ثلاثة وثلاثين لحتى طلع عندي الكمية اللي بدي استعملها بالجدول اه كمان من الاروما كيميكالي اللي استعملتها الجالكسولايد الهديوين البنزيل اسيتات صدار عمبر صدار اسيتات او صدريل اسيتات اه كمان بنزيل بنزوات ديو بيري بنزيل سليسلات فنيل او فنيليث الكوهول ايزو اسوبر امبروكسايد وايزوبوتيل والدهيد ناينتين اللي هو الاناناس والدهيد والسيترال ايبانول ايجانول دايهادروميرسانول الفيرتوفيكس والإثيل الفانيلين اللي هي اه يعني الاروما كيميكال للفانيلية اه او الفانيلين هي بكون بالنسبة الي انا بحب اكتر من الفانيلين لحاله والتوناليد هالدول بلشنا يعني طبعا بالإثيل فانيلين والتوناليد والكلون تايب والميثيل اليترات هول كلهم باودر اخر اربعة كلهم باودر رح تشوفوا انه انا مخفف اول شيء بتديبرو بنينيجليكول ع 30% بعدين رجعت كمان غيرت قديش حسب الفورمولة استعملت بالجرامات هي كلها اغلبها رح تكون اجزاء من الجرامات لتطلع عندي الفورمولة بالنسبة الدهبية يلي المفروض يكون المجموع كأكورد يعني مجموع الأكورد يكون عبارة عن اذا قسمنا الأكورد على الاروما كيميكال لازم يطلع عندي الأسينشل اويل واذا بتصاوه بالجوجل رح يبين معكم تماما شو معنات النسبة الدهبية الفيديو شوي طويل للناس المو مهتمة بموضوع التصميم وليما بيهم الموضوع يعني من بداية الفيديو متعزبوا حالكم كتير بالاستمرارية لحتى ما تزهقوا من استمرارية الفيديو وطوله أما الناس المختصين واللي مهتمين بموضوع تصميم أو تركيب العطور يعني رح يكون هذا الموضوع مهم بالنسبة للنورو وموضوع النسبة الدهبية يعني سر من أسرار العطور يلي يعني تخفى على كتير من الناس اللي بيشتغلوا بالعطر هلأ وأنا عم مشتغل بفرجيكم كيف عم بوزن لأجزاء من الفورمولة كتركيب بشكل عام وبعدين إذا الله راد يعني برفع لكم الجدول رح تشوفوا اللينك تابعوا الرابط بالوصف كونوا معي هون الميزان الرقمي اللي بيزين تقريبا رقمين بعض الفاصل ما بلزمني أكتر يعني أحد أول الناس اللي بتشتغل بالفورمولة بدقة أكتر بتحتاج له ثلاثة أرقم بعض الفاصلة على وقت نعمل يعني تخفيف للمواد هذا الميزان دورق أو وعاء يعني مرقم بالنسبة إلنا رح نأخذ أوزام ما بلزمنا أنه نأخذ يكون وعاء يعني مرقم أي وعاء ممكن يجع الميزان في كون تستعملوه هول بالنسبة لهذا القسم هيك هيكون عندي قسم الأسينشل أويل هون قسم الأسينشل أويل لا حد ما نوصل عند الفيتيفير أويل يعني هول هذا القسم كله أسينشل أويل هذا البارت الأول من الفورمولة والبارت الثاني رح يكون الاروما كيميكال يلي بيبلش من الفانيلين ويعني بعده هون هيك هيك كله أروما كيميكال رح نستعمله طبعا هون المواد البودرية يلي أنا حللها بدي بروبيليني جليكول بنسب يعني كمان رح أذكركم إياها بس المواد البودرية مهمتها بالفورمولة إضافة للرائحة هو السبات للعطر يلي بيعطي يعني تغيير من الحالة الصلبة للحالة السائلة الغازية ومن ثم ترجع تصير يعني بودرية هاي اللي بتخلي العطر في سبات أكتر هاي من أحد الأسرار اللي بيشتغل بالعطور وبيعرفها وهول الأكوردات اللي بدي يشتغل عليها يعني هدا واحد أكورد أنا انتقيته لا يعني رح أختار بين هاد وبين هاد اتنين من الأكوردات رح أختار واحد منهن وانتو بتشوفوا شو الأكورد أو الرائحة الجاهزة يلي ممكن تستعملوها مع هاي الصيغة الصيغة رح تكون لحتى ما يعني ننسى نذكرها رح يكون عشرة جرام أكورد جاهز ورح يكون عندي ثلاثة فاصلة ثمانة واحد تسعة الاسسينشل اويل نسبتها من فورمولا وستة فاصلة واحد ثمانة صفر الاروما كيميكال هول كل الاروما كيميكال وبلزمنا طبعا أطارات أنا هاي الأطارات حاطت فيها كحول بغسل أطارة بكل مادة رح يستعملها ولكن اللي عنده يعني الأطارات البلاستيك يستعملها لكل واحدة من هاد لول بكون أفضل ولكن هو هذا الفيديو يعني بس لحتى يكون أصده تعليمي أكتر منه يعني مثلا دور أزياء أول شي خلونا هلا بس نبلش نعمل فورموليشن كمان برجع بصور لكون ونحكي بالتفاصيل أكتر رح نستعمل بالمكونات رح نبلش فيها بالسينشل اويل او بالزيوت الأساسية البتشولي وزهر البرتقال الأورانج بلوسوم واللافندر يعني زهر الخزعمة واللابدونوم والكشميريان يانج اليانج خشب الجباك والبيتيفر اويل الي هو نجيل الهند هيك بنكون خلصنا من الأسينشل اويل يلي رح يكون نسبة تقريبا 3.82 من الفورمولا بشكل عام يعني طبعا الفورمولا رح فرمل انا على على 20 ميلي او 20 جرام وقسم منه رح يكون الاسينشل اويل 3.82 والاروما كيميكا رح يكون 6.18 الأكورد رح استعمل فيه 10 جرام والمجموع رح يكون 20 جرام من الفورمولا نسبة هاي الفورمولا بالنهاية رح نخففها على حسب حاجتك ممكن تخففها 15 بالمية ممكن الناس بتروح لعشرة بالمية ممكن لعشرين بالمية حسب الحاجة يلي انت بتشوف الفورمولا تبعيتك قوية او كيف بدك يكون عطرك وبعدين بعد ما تخفف على 20 بالمية بعدين هاي الفورمولا بتكون جاهزة يلي بدك تعتبرها انت 100 بالمية بعدين بتخفف على 15 او 20 او 25 حسب ما بتستعمل ان شاء الله يكون يعني الموضوع واضح بالنسبة للجدول رح يكون الكميات هلا ما رح اذكر الكميات بس رح تكون كميات موجودة بالجدول ورح ارفع لكم اياها على الجروب بالفيسبوك وان شاء الله على الويب سايت بعدين يلي بكون انا عندي مثلا مثل الكشمير يعني انا مخففه 20 بالمية رح تشوفوه بالجدول فانا مستعمل خمس مرات لحتى اجيب نسبته بالمية بالمية بعدين انتو بتخففوه ل 10 او 15 او 20 موضوع شوي يعني بده تدقيق اكتر وانتباه اكتر لحتى تقدروا تعرفوا يلي بشتغل اول مرة بنسبة تخفيف اذا كان تخفيفنا على 20 بالمية او 10 بالمية اللي بسموه دايلوتد او اذا بنخفف على 30 بالمية هلا من ضمن المواد البودرية اللي استعملتها انا تقريبا اربع مواد بودرية انا خففت اغلبها على 30 بالمية مخفف بالديبروب بنينجليكول وبعدين بالجدول رح تشوفو انه انا ضربت ب3.33 لحتى طلع عندي الكمية اللي بدي استعملها بالجدول اه كمان من الاروما كيميكالي اللي استعملتها الجالكسولايد الهيديون البنزيل اسيتات صدار عمبر صدار اسيتات او صدري الاسيتات اه كمان بنزيل بنزوات ديوباري بنزيل سليسيلات فنيل او فنيل ليث الكوهول ايزو ايسوبر امبروكسايد وايزوبوتيل والدهيد نانتيني اللي هو الاناناس والدهيد والسترال ايبانول ايغانول ديهادروميرسانول الفيرتوفيكس والاثيل فانيلين يلي هي يعني الاروما كيميكال للفانيليا او الفانيلين هي بكون بالنسبة الي انا بحب اكتر من الفانيلين لحاله والتوناليد هادول بلشنا يعني طبعا بالاثيل فانيلين والتوناليد والكلون تايب والميثيل اليترات هول كلهم باودر اخر اربعة كلهم باودر رح تشوفوا انه انا مخفف اول شي بالديبروب بنيني جليكول ع 30 بالمية بعدين رجعت كمان غيرت قديش حسب الفورمولة استعملت بالجرامات هي كلها اغلبها رح تكون اجزاء من الجرامات لا تطلع عندي الفورمولة بالنسبة الدهبية يلي المفروض يكون المجموع كفوق كأكورد يعني مجموع الأكورد يكون عبارة عن اذا قسمنا الأكورد على الاروما كيميكال لازم يطلع عندي الاسنشل اويل واذا متل ما قلت لكم بتساوه بالجوجل رح يبين معكم تماما شو معنات النسبة الدهبية الفيديو شوي طويل للناس المو مهتمة بموضوع التصميم ولما بهم الموضوع يعني من بداية الفيديو ما تعزبوا حالكم كتير بالاستمرارية لحتى ما تذهبوا من استمرارية الفيديو وطوله أما الناس المختصين واللي مهتمين بموضوع تصميم أو تركيب العطور يعني رح يكون هذا الموضوع مهم بالنسبة للنورو وموضوع النسبة الدهبية يعني سر من أسرار العطور يلي يعني تخفى على كتير من الناس اللي بشتغلوا بالعطور وانا عم مشتغل بفرجيكم كيف عم بوزن لأجزاء من الفورمولا كتركيب بشكل عام وبعدين اذا الله راد يعني برفع لكم الجدول بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله رح نبلش هلأ أول شي رح نستعمل من الأكورد 10 جرام لحتى ما نأخذ وقت كتير رح نستعمل هيك بس نبلش يعني الرقم الحساس بنصير ونحط بالقطارة هيك 10 جرام من الأكورد بعدين هنبلش بالترتيب بالأسينشل أير هنأخذ منه الفرستوف أول البتشولي البتشولي سوفر فصلت ماني بنصفر وهيك يعني قدر المستطاع بنضبط الأرقام بالأشياء اللي بنقدر عليها أحيانا ما نكون قادرين نضبطها 100% بس بدي شوية يعني هدوء أعصاب بس لتصوير الفيديو نحنا عم نحاول يكون هذا مثال للفرموليشن بعدين منوخد الأورنج بلوسوم 64 64 من بعض الصفر من بعض الصفر يعني نوعا ما بتثبت نوعا ما لأ بالنسبة لحجم الأطرات اللفندر 52 من بعض الصفر يعني يمكن نقطة يمشي حالها 6 وخمسين 5 وخمسين أقدر من مستطع اللابدانوم وإن شاء الله المونتاج رح نحاول يعني نسرع شوية الفيديو لحتى ما يكون عنا كل هالوقت يعني هون بس أنا عم فرجيكم يعني كيف تعملوا الفرموليشن هيك بتاخدوا الوزن وبعتقد هيك الأرقام والرقم اللي هون زابط ما قدرين تشوفوا بالكاميرا اللابدانوم 0 25 هذا كمان مخفف هذا بيجي بشكل يعني ماجون مثل الماجون أو الكريم كسيف جدا بالدحل بنكفي بالمراحل اللي بعدها بس نخلص الفرموليشن رح نحط يعني قطعة المغناطيس بقلب الأنبوب ونعمله استيرر لفترة ربما نضطر شوي نعطيه حرارة وبتشم العطر وبتشم العطر ببداياته وبعدين بتبلشوا وتكفوا فيه مثلا بعد نص ساعة ساعة يوم يوم يومين ثلاثة هيك على مدى 40 يوم 60 يوم على حسب يعني اختمار العطر بس بعتقد على 60 يوم يعني كافي من الأربعين للستين ببلش يعني تظهر شخصية العطر بالطريقة الصحيحة واللي بدا تبق عليه باستمرار بالنسبة للمواد البودرية رح فرجيكم شوي منا كيف بعدنا عملنا لها بالوتد هيك بيجي الشكل طبعا هاي مخففة بتكون هي مواد بودرية خففناها ب الدي بي جي او الدي بروبيلين كليكول في مننا بتتخفف بالاي بي ام الإيزو بروبيلين ميرستريت والبعض يعني هذا اللي عم متذكروا هلا اتمنى ماكون يعني نسيان شي من الاشياء هذا كمان بيجي باودر الامبركسايد هذا بيجي باودر و لتخلصوا الفرموليشن هول كل المواد انا صفيتها بانتظام يعني اول شي الاسنشل بعدين الاروما كيميكال وباستمرار لتخلص الفرموليشن اذا اراد بصوركم اياها بحطوكم اياها بتشوفوه ومتل ما قلتلكم مرة تانية تحت بالوصف رح تشوفوه لينك ورابط للفيسبوك وين رح تكون محمل الفرموليشن فرموليشن وكمان على الويب سايت يلي بحب يحملها داريكت لي وان شاء الله برفعها بصيغة بدي اف او صيغة اكسل بحبتي لالكن كونوا بخير وبالنهاية رح ترجيكم اياها شلون وبأمان الله